السلام عليكم وبرجائكم في فيديو جديد هذه الفيديو حول تابلتات Note 10.1 هذه تابلتات كانت حلوة جدا ولكن النظام الاندرويد اللي عليها 4.4.1 بسبب قدم النظام الاندرويد اللي عليها بالوقت الأخير مقامة تدعم أغلب خدمات جوجل ومن ضمنها اليوتيوب ولهذا قررت أنه سوي لكم فيديو للتعريف بكيفية تنصيب روم معدل بإصدار 7.1 بعد ما راح ننص بالكوستوم روم أو روم المعدل على هذا التابلت راح تقدر تصل لكل الخدمات المتاحة من قبل جوجل بلاي ومن ضمنها اليوتيوب راح تشغله بكل سهولة إذا تحب تتعلم كيفية ترفع الإصدار أو تنصيب الروم المعدل على هذه التابلتات خليكم تابع حتى النهاية طبعا شباب خطوات العمل راح تكون كالتالي أول خطوة أريدك تتأكد منها أنه يكون التابلت مالتك مليئ بالشحن دعنا نأخذ هذا البعد يعني أريد التابلت مالتك تكون بي أقل شي فوق التسعين بالمئة مثل ما يرون هنا أنا عندي الشحن ستة وتسعين الشحن مالتك خليكم فوق التسعين بالمئة هي أول شغلة الشغلة الثانية اللي أريد منك أنه تصفر أعدادات التابلت عن طريق الضبط والأعدادات تروح على الأعدادات وتصفر الأعدادات مالتابلت تسوي عادة الضبط المصنع حتى تشتغل على أساس نظيف الشغلة الثالثة اللي أريد منك أنه ما تبني الأساس مالتك على أساس خاطئ إذا النظام اللي على الجهاز مالتك بي إشكالات وينطير سائل خطأ فيفضل أنه تعمله فلاشنج بسوفتوير أصلي أو أساسي حتى يكون التابلت مالتك أساسه نظيف لأنه الكوستوم روم رح يكون مبني على النظام الأساسي الخاص بالجهاز نفسه دعونا نبدأ على براكتالله طبعا الكابل ربطتها بالحاسبة سوف نربط الجهاز على الحاسبة طبعا الآن التابلت نربط على الكمبيوتر دعونا نذهب إلى الدسكتوب هنا ننزل هنا تحت إخوان أنا رح أشوف هذا الملف هذا الملف بجميع الدعم والملفات أو الرومات المعدلة التي تخص جميع الإصدارات الموجودة من هذا التابلت هذا التابل طبعا هو النوت 10.1 ولكن بعدة موديلات الموديلات هي الن 80000 وخمسة والن 80000 ون 80000 وعشرة والن 80000 وثلاثة والن 80000 وثلاثة والعشرين طبعا الفروقات بينها بالمواصفات منها بها سيم كارت ومنها بدون سيم كارت ومنها مدري حجم ذاكرة أكثر على العموم لا ندخل بهذه التفاصيل لأنه هنا سيطرق لك كل الملفات المعدلة الخاصة بجميع الأجهزة طبعا هنا هذا الملف الأول الذي هو الن 80000 والن 80000 وخمسة والن 80000 وعشرة والن 80000 وثلاثة والن 80000 وعشرين أيضا وحدة يعني المجموعة لكل ثلاثة رومات عندنا ثلاثة رومات معدلة الروم الأول خاص بالن 80000 والروم الثاني هو الخاص بثلاثة موديلات اللي هما الن 80000 وخمسة والن 80000 وعشرة والن 80000 وثلاثة والروم الثالث سيكون للن 80000 وعشرين على العموم أخوان هاي الملفات كلها راح تجون راح تلاقون الرابط مالة تحميل مالتها بالوصف أسفل الفيديو تقدر تحملها عن طريق الرابط المباشر راح تركلكم ياه نحن بما أنه نحن محملي فرخلي نروح مباشرة إلى إجراءات العمل أولا الشغلة راح ناخذ الملف اللي خاص التابرت مالتنا شنو هو أنا عندي هذا التابرت مالتي موديلة الن 80000 وخمسة بما أنه جاهز هو الن 80000 وخمسة فرح أخذ الأصدار بالوسط اللي هو هذا راح أطب على مجموعة الملفات اللي موجودة بداخل الملف راح نجي هذا طبعا روم أساسي اللي هو اللي يسموه الستوك روم أنا ما راح أحتاج الروم الأساسي في حالة إذا صار عندك خطأ أنا راح أخلي لك ياه تقدر ترجع تفلش للجهاز أو تضرب للسوفتوير بالروم الأصلي عدنا هنا الملفات الأساسية هي الأودن اللي هو الأداة الخاصة بالكمبيوتر لعملية الفلاشنج وراح يكون عدنا الـ TWRP اللي هو الـ Custom Recovery حتى يكون عدنا ريكوفري معدل عن طريقة أنطيق نصب الروم المعدل وهنا أيضا عدنا الروم المعدل نفسه وهنا عدنا الـ OpenG APPS هذا طبعا راح يكون جدا مهم بتنصيبة راح تحصل على خدمات جوجل على الروم المعدل يعني راح يكون عميد تنصيب بالأساس ما اعتمد على هذا الملف وهذا الملف وهذا راح نسوي لها فلاشنج عن طريق الكمبيوتر إذا هذا الملف وهذا الملف راح نحتاج تنصيبهم من داخل التابلت راح نأخذ هاي الملفين الأول والثاني مثل ما شوفون نسوي له Copy طبعا بعد ما ربطنا التابلت على الكمبيوتر راح نجعل الكمبيوتر راح نشوف أنه التابلت ظاهر عندنا بهاي المكان ندخل عليه ندخل على التابلت ونخليهم بهاي الشكل نعمل لهم باست طبعا نسوي لهم copy و paste داخل ملفات النظام الخاصة بالتابلت ننتظر يكمل التحميل عندنا بهي الشكل هذا مثل ما شوفون شوف كمل عملية النسخ للملفات اللي راح نحتاجها بعملية التعديل الروم راح نسد هذا الملف وخلي هذا الملف مفتوح نجي خلي ناخذ البعد الثاني هذا التابلت مثل ما شوفون شغال عمامكم خلي نطفيه بشكل كامل عن طريق اطفاء الجهاز حس الجهاز طافي عندنا بشكل كامل راح نجي نضغط زر رفع الصوت بالإضافة إلى زر التشغيل في آن واحد يعني زر رفع الصوت وزر التشغيل في آن واحد رفع الصوت وزر التشغيل اثنين هم في الشكل الآن ندوسهم من تجينا هاي النافذة نرجع ندوس زر خفض الصوت العفوان زر خفض الصوت والباور للدخول للمود وزر رفع الصوت للموافقة مثل ما شوفون هنا ينطق خيارات يقول لك آآ فولوم أب تو كونتونيو ندوس لهنا رفع الصوت را يدخل الى وضع الداونلودينج او وضع السوفتوير هنا هذا الوضع اللي عن طريقة راح نقدر نصب الكوستوم ريكوفوري او الريكوفوري المعدل كخطوة أولى لتطوير نظام الاندرويد هنا طبعا مراحلات ينطيق مهمة يا شباب يرجو لانه تنتبهون عليها في بعض الاحيان يكون تابت مالتك مكتوبة بظهره موديل ويكون هنا موديل آخر مثلا يكون رايح قبل على مصلح ثاني التابلت ومبدليه الى موديل فانت على اساس هذا الموديل تقوم بعملية تطوير النظام الخاص بالتابلت يعني هنا عندي GT 8005 N8500 ولهذا راح اتعمل مع انه N8500 بغض النظر عن الموديل اللي موجود بالظهر يعني انت لا تثق دائما بالموديل اللي موجود على ظهر التابلت لانه احتمال يكون شخصا مبدله كفر خلفي او مبدليه الى مدربورد بالتالي انت جاء تتعامل مع مدربورد آخر او جهاز آخر فانت عن طريق المعلومات اللي تظهر لك عن طريق الداونلودينج او عن طريق وضع السوفتوير عن طريق هذا الموديل اللي موجود هنا امامك بالصورة هذا اللي راح تثق بي والتعامل وياه اثناء عملية السوفتوير الساعد مثل ما اتفقنا جي تي 8500 فراح اتعامل مع الموديل هو هذا الموديل اللي شوفوا عمامكم اول خطوة شباب خلينا نروح على الديسوك توب مرة ثانية حتى اعلمكم كيف يفيد تنصيب الكوستوم الكوفيري عدران نروح الديسوك توب مرة ثانية وننزل هاي النافذة تحت اخوة ان تجي تفتح برنامج الاودن تدخل على الاودن به الشكل هذا تقول له اوكي وبعدين تجي عن طريق اه الاختغار الاي بي ندوس على الاي بي عن طريق الاي بي نجي نروح على الديسوك توب وعدنا هذا الملف اللي حمالنا نجي على الاودن مثل ما يشوفون هذا الملف اللي اللي خاص بالثمانة الاف وخمسة ندخل راح نشوف التي دي بليو ار بي نقول له اوبن ونجي نربط التابلت على الكمبيوتر مرة ثانية بعد ما ربطنا التابلت على الكمبيوتر بوضع الداونلود راح تشوف هنا عندك هاي الاي دي كوم صارت زرقاء بهالشكل هذا هس تجي تقول له ستارت راح شوف بدأ بعملية تعديل الريكوفوري تم بها البساطة يعني تم نقول له اكزايت ما ضرعدنا شغل بعد نهائيا بالكمبيوتر فخلينا نروح الى النافذة الثانية ننتظر فتحة التابلت وننزعها من الكمبيوتر ايضا ما ظلنا نشغل به نزعنا من الكمبيوتر نفتح التابلت طبعا هاس حاليا الريكوفوري ما لتصار تي دي بليو ار بي فخي نطف في الجهاز ونقول له اطفاء او يقاف التشغيل نشبب بعد ما طفينا التابلت نجع على زر رفع الصوت وزر تشغيل التابلت بان واحد ندوسهم بالشكل هذا ننتظر طبعا مني تشوف الشاشة شتغلط عندك ترفع ايدك عن الباور والضل دا يستذر الصوت بعد شوف انه دخل على وضع الريكوفوري وفتحتنا الريكوفوري المعدل اللي سويناه لفلاشين قبل قليل اذا هكذا خيارات الرئيسية ما لemasة중에 اي دابل يو اربي اول فقره نروح على الوايب وهنا ادفانس وايب وندوس على او خيار هو خيار اي اي ار تي كاش والكاش والسيستم والداتا كلها نختارها ونقول له متrek PHKب pedestrians وشغلات السوفتوير الاساسي تصفرها بشكل كامل. بعد ما سوينا نقول لباك. نرجع في الهوم. هنا نأتي على الانستال. ننزل بالاسفل. نشوف الملفات اللي ارفقناها من الكمبيوتر. نأتي على الرن. اللي هو ملاف الروم المعدل. ننصبها حتى بعدين ننتقل الى اوبن جي اي 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 او اول فقرة ننصب الروم معدل عن طريق الضغط عليه ونقل له اي 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 بشكل هذا. وبنها المرحلة شباب ممكن ان تستغرق وقت يعني جوز خمس دقائق او اكثر لانه هاي عملية لروم جديد على التابلت. فكون شوية صبور وانتظر. كمة العملية الـ Flashing للروم المعدل. نجي على Wave Cache. هذه نعمل له Wave Caching. هنا Wave Cache بعد كمة العملية للسوفتوير. Wave Cache و Swipe. نجي ننصب الملف اللي بعد الـ Room اللي هو Open G Apps. نقول له Swipe. هذه العملية هم تتأخر شوية هم كونوا صورين. كمنات عملية التنصيب الـ G Apps. فسا هم نسوي الى Wipe مثل ما يشوفون هنا نضغط Wipe. نكمل الـ Wiping نروح على الـ Home ونقول له Reboot. Reboot System. وهنا ينطيق خيارين Install As System Apps. prompt to install TWRP App in Not Unstalled. لا يوجد داعي. يقول له Don't Uninstall. هنا عملية الفتح الأولى بعد ما نصبنا الـ Room المعدل ونصبنا G Apps. احتمال تستغرق خمس دقائق عملية الفتح أو أكثر. هنا أيضا لازم تنتظر. دعي أربطه على الشحن آني حتى أضمن أنه يشحن ويفتح. أو أولا قل له كان شحني أسطن جيد. دعي أنتظر به الشكل هذا. راح تشوفون أنه اللوغو مال التابل تختلف عندنا مثل ما تشوفون شباب. هنا دلالة على أنه الروم المعدل تنصبه بشكل صحيح وطبيعي. فقلي ننتظر عملية الفتح الأولى اللي هي راح تستغرق أكثر كل الأوقات بعد العملية الفتح الأولى. راح تكون عملية الفتح بشكل أسرع لا تقلق يعني مو دائما إذا طفيت التابلت وشغلت راح يستغرق وقت كبير. فقط عملية التشغيل الأولى راح تستغرق وقت طويل حتى التابلت يفتح. ومثل ما تشوفون شباب التابلت تفتح لنا بشكل طبيعي بعد ما نزلنا على الروم المعدل ونزلنا على ملف الجي أبس. دعنا هنا نجي نختار اللغة لنفرض اللغة العربية. هنا نقول لها اللغة العربية العراق. وهنا نقول لها اللي نبدأ. نسطق بيانات إعداد كجديد إعداد كجديد. وهنا يريد من عندنا شبكة نقول لها عدم استخدام أي شبكة في الإعدادات. يقول لها متابعة. هنا يريد من عندنا ضبط الوقت والتاريخ. أيضا التاريخ عندنا هنا صحيح 24 تشغيلة الأول في 2022. ساعة ثمانية مساء فأقول لها التالي. أقول لها التالي. وهنا يريد من عندنا اعدادات الموقع. ما ندري إيش. أقول لها accept. هل تريد تنفيذ أي خطوات أخرى. انتهي الإعداد. ما رأي كل شي. هنا طبعا عندنا لنشار 2 أو واجهات 2. الاثنين اللي هي البيكسل لانشر والترابيو ترابيو 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 تشات أو هيتشين ترابيو تشيت. على عموم جرب الاثنين شفيها واللي يعجبك يختارها. أنا راح أجرب مرة واحدة للأول. راح يفتحدنا بهالشكل هذا. هذا الأول خلينا نجي ندوس هوم حتى نغير اللانشر ونختار الثاني اللي هو هذا. وشفون فرقة هذا الثاني مثل ما يشوفون بهالشكل هذا. أنت تقدر تختار اللي يناسبك عن طريق الخيارات. وأرجع وأختار شفياه هذا. وهذاك هذا أحلى. على ممخي نثبت على هذاك. دوما ثبتنا على هذا. ثبتنا أعدادات اللانشر أو الواجهة. شوف على الطبع الأعدادات. ننزل على الأسفل حول الجهاز. ومثل ما أشوفكم هس اصدار أندرويد. اصدار أندرويد 7.1.2 مثل ما تشوفون. تقدر النظام. رفعنا إلى 7.1.2. الثانية. خلي نجي آآ نجرب نحمل اليوتيوب ونشوف راح يشتور عندنا الأولاء. على الواي فاي. ونكنك على شبكة الواي فاي. ثم ارتصار على شيء بكتر واي فاي. نجي ندخل على جوجل بلاي. يسجد دخول. دخل لبريد الكتروني من عندك أي جيميل. دخلت لحساب جوجل شباب. وهنا نقول لها accept. مثل ما يشوفون شباب. حطنا لحساب جوجل. هسا راح يبدي طبعا هو الحالة إلى حدث متجر البلاي. نجي على التطبيقات. هنا نختار يوتيوب. تثبيت. طبعا نرجو للماذا يا شاب. مرة تصر عندي تأخر بالصورة اللي. الصورة اللي جاي تشوفونها من التابلت. هات تقطع اللي جاي يصير بسبب انه رابط كاميرا ويرليس. فالوايرليس عندي شوية جاي يصر عليه زخم. تصير بي هاي التقطيع اللي جاي يشوفوها. مثل ما شوفون شباب. ثبتنا اليوتيوب حاليا خلي نفتح ونشوفو. مثل ما شوفون شباب. اليوتيوب شغال بشكل طبيعي بدون أي مشاكل. اليوتيوب شغال. جميع حظمات جوجل بلاي شغال عادكم ما عادكم أي مشاكل. هذا الروم المعدل هو أكثر الرومات الاستقرارية على هذا الجهاز. جربنا أكثر من الروم شفت انه هذا أنسب كل الرومات الموجودة. طبعا راح يكون بثقل وتلكؤ بالعمل. هذا التلكؤ طبيعي لأنه النظام السبعة بوينت واحد أكيد. ما راح يشتغل مثل نظام الأربعة بوينت الأربعة. راح يكون أثقل على المعالج خلي نشغل فيديو معين شوفكم. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا كل شيء اللي أحبته أشرح لكم في فيديو اليوم. إذا أعجبكم الفيديو وتنسونا بالعجاب بالفيديو. والاشتراك بالقناة في زر الجرس. كما معكم سيفقا دائما قناة قدا وتك. شكرا شكرا